لليوم العالمي لكبار السن أقامت وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة طول كرم احتفالا مركزيا في جمعية دار الكوثر لرعاية المسنين ببلدة عنب تاشرق المحافظة وذلك بالشراكة مع مجموعة المؤسسات الصحية الرسمية والأهلية والخيرية وحركة فتح حيث تتضمنات الفعاليات كلمات وفقرات ترفيهية للمسنين بالإضافة ليوم طبي مجاني نحن موجودين اليوم هون لإحياء وإطلاقا لليوم العالمي لكبار السن احتراما لأبائنا وأمهاتنا ولنقول لهم في هذا اليوم كل عام وأنتم بخير ولنقول أيضا للمجتمع الفلسطيني بأن على كافة الجهود أن تتكاتف بشكل أكثر لتقول في هذا اليوم بأننا يجب أن نقيم ما مضى وأن نطلق استراتيجية عمل جديدة فعالية وحياء اليوم العالمي لكبار السن ركزت هذا العام على الجانب الصحية لقرابة سبعين مسن والأشخاص من ذوي الإعاقة وهم نزلاء في دار الكوثر وبيت الأجداد وذلك لمتابعة أوضاع المسنين الصحية عن كثب وتقديم العلاجات المناسبة عبر إجراء فحصات مختلفة وهو ما يعزز من واقع هذه الفئة ويقدم لها كل الإمكانيات الممكنة طبعا هاي فعالية بتخص هناك أطباء يعملونها لخدمة المسنين واليوم المسن العالمي كل عام وهم بخير وبصحة وبسلامة تعرف دورنا كاللجنة الصحية للكليم وجميع المؤسسات الخيرية لدعمهم لهذه الجمعية لتقديم الأدوية اليوم طبعا وجميع التخصصات من الأطباء في كل عام احنا منحتفل في يوم المسن حتى نأكد على حقوق المسنين في مجتمعنا انهم يشعروا انهم هم إنسان ماخدين حقوقهم كاملة ندمجهم في المجتمع وهذا من خلال انه المؤسسات المجتمع المحلي نتشارك معهم في احتفالات مثل هيك يوم أكثر من ألف مسن يستفيدون من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية بمحافظة طول كرمة أربعون منهم تشتري لهم الوزارة الخدمة في دار المسنين في وقت تطمح الجهات المعنية لوضع برامج أشمل لتقديم الخدمات للمسنين عبر اتلاف رسميا وشعبي في اليوم العالمي لكبار السن تبقى الرسالة هي أن تتضافر جهود الجميع من أجل تقديم ما يمكن تقديمه لرعاية المسنين الذين ضحوا بجل عمرهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم إيهاب ضمير التلفزيون فلسطين من بلدة عنبتا شرقة الكرمة